أعزائي المشاهدين برحب فيكم بعد طبق السمك اللي شفتوا طريقته حنبتدي نجهز هلأ طبق الحلو حنعمل تارت الشوكولاتة نشوف مع بعض الطريقة تارت الشوكولاتة الطبقة السفلية كوب من البسكوت المطحون 2 ملعقة كبيرة بودرة كاكاو سادة 3 ملعقة كبيرة سكر ناعم الحبيبات 8 ملعقة كبيرة زبدة مذابة ونصف ملعقة صغيرة من الإرفة الحشو 1 ربع كوب كريمة 250 جرام شوكولاتة مجروشة 2 حبة كبيرة بيد ملعقة صغيرة فانيليا سائلة ربع ملعقة صغيرة ملح ربع ملعقة صغيرة إرفة الطبقة العلوية ربع كوب كريمة 50 جرام شوكولاتة ملعقة صغيرة عسل وملعقة كبيرة ماء ساخن وللتزيين شوكولاتة بيدة أعزائي المشاهدين طبق الحلو اللي حنعمل اليوم تارت الشوكولاتة الطبق السمك اللي سويناه ما بيأخذ وقت زي ما شفته على السريع على السريع ولكن طبق الحلو بده تجهيز مسبق لأنه ما بيتقدم إلا بارد فأرجو أنكم تكونوا مخططين وقتكم عشان تجهزوا قبل بيوم هحتاج آلب التارت آلب التارت بيبقى عندي بهذا الشكل مقسوم إلى جزئين بيبقى متحرك القاعدة هذا مقاس تسعة بوصة فممكن أكبر أصغر ولكن أرجو أنكم تلتزموا بالمقاس اللي بسكولكم يا عشان تطلع الوصفة مزبوطة هحطه على الصنية بالشكل هذا هخلي الآلب جنبي وأبتدي أجهز بقية المكونات اللي هحتاجها لأ الوصفة هحتاج 8 ملاعق كبيرة من الزبدة أنا بس الزبدة هيبدي أسيحها فما بديها تبقى سخنة كتير بس مجرد تذويب فبحطها في كسرول لهيك على النار وأبتدي أسخنها ونتكلم عن المكونات الثانية اللي هنحتاجها البسكوت المطحون أي نوع بسكوت موجود عندك الموضوع كتير بسيط وسهل ممكن تعملي خليط من نوعين بسكوت سادة بسكوت بالجوز هند إذا حبيتي بسكوت ديجيستف أي نوع موجود عندك أنا بحاول الأشياء اللي فيها مرونة أكون مرنة معاكم عشان بديكم فعلا تعملوا الوصفة بنجاح ما بحاول أقيدكم كتير هحتاج بودرة كاكاو سادة وشوية قرفة بحب أنا طعم القرفة مع الشوكولاتة فإذا حبيتوا اتجربوها وححتاج السكر هالمكونات هذه هتبقى موجودة جنبي بانتظار الزبدة للدوب أو تسيح خلوا بالكم مش ضروري تبقى سخنة كتير مجرد إنها تبقى هيك دايبة عندي تبقى عندي جاهزة يبقى هلا الزبدة عندي دابت وأحاول زي ما قلنا قدر إمكان ما أخليها تغلي لأنه غليان الزبدة هذا ممكن يفصلها فأنا بدي بس مجرد زبدة دايبة خليني أحركهم الأول شوي هيك وأبتدي أضيف الزبدة بهالطريقة هحرك الخلطة هادي مع بعضها وصفة التارت هادي كتير بسيطة إحنا في كتير وصفات كنا بنعمل التارت من العجينة ولكن فكرة البسكوت هون هتعمل لكم طعم جديد وبنفس الوقت سهلة وبسيطة هبتدي أحطها في قالب التارت ويفضل إنكم تكونوا لابسين جوانتي عشان هيصير كل إدينا بالشوكولاتة فالجوانتي هيحفظ لك على إيديك وأبتدي أضغط على البسكوت بهالطريقة أوزعه بهالي الشكل خلوا بقلكم هو مش سخن أنا زي ما شفتوا الزبدة يدوبك عندي بس ساحد خليه يرتفع هيك على الأطراف ما تقلقوا من الوسط أنا هلأ بذبطه نأمن بس الأطراف الأول بعد هيك أبتدي هاي قطعة من البسكوت هيك أتأكد إنه كل القوع عندي صار مغطة والجوانب بهالطريقة هاي بدخل هاي الفرن لحوالي عشر دقايق لا خمس دقايق خلينا نقول وبعد هيك بس أطلع من الفرن أكون أنا بديت أجهز الحشوة حشوة كتير بسيطة برضو على النار هحتاج 3-4 كوب من الكريمة وححتاج 250 جرام من الشوكولاتة واعذروني لما بقول بالشوكولاتة بالجرام لأنه ما بنقدر نعايرها لأني زي ما بتشوفوا أنا بحاول قدر إمكان أعطيكم الوصفات باستعمال الكوب والملعقة ولكن بالشوكولاتة أعذروني لازم تكون عندكم ميزان ويتعيروها حبتدي أضيف الشوكولاتة على الكريمة وحضيف شوية برضو من القرفة هتعطيني طعم لطيف ما نكتر مجرد رشة خفيفة عفكري هون ممكن تستعملوا قرفة الحلويات لأنه رحتها بتبقى كتير هادية يعني ما بتبقى وطعمها هادي جدا مش مزعجة زي القرفة العادية وهي بتلاقوها في السوبر ماركت عادي هابتدي هلأ أحرك لغاية ما الشوكولاتة عند الدوب وأثناء ذلك خلوني أبتدي أجهز البيض أنا هحتاج بطين أجهز الحشوة حط البيضة الثانية وهحتاج شوية فانيليا طبعا عشان البيض مهم جدا عندي أستعمل شوية فانيليا ونرجع تاني للشوكولات ابتدت عندي شوي شوي الدوب بتأكد إنه الشوكولاتة عندي دابت على الآخر بهذا الشكل وخلوا بالكم أنا ما خليتها تغلي أبدا لكريمة مجرد على نار هادية لغاية ما الدوب عندي بهالطريقة ويبقى قوامها بهذا الشكل بحشلها لقان النار وهي ما تعتبرش شي سخنة أو بتغلي كتير انتبهوا للملاحظات هذه كتير إذا حسيتوا إنكم سخنتوها كتير خلوها هيك 3-4 دقيقة لتيهدى لأني بدي بعد هيك أضيف عليها البيض فإذا كانت سخنة ممكن تخرب معاي هالطبخة بإضافة البيض فأرجو إنكم تكونوا حريصين على هالملاحظات حبتدي أضيف البيض مع استمرار التقليب لاحظوا أنا عم بقلب بمضرب شبك والخليط الحشوة هلأ صار عندي جاهز في منتهى سهولة شفتوا ما بتأخذ منكم الوصفة أبدا أي شغل بصبها في القالب ممكن عفكرة تعملوها في قالب صغيرة بس بتأخذ كتير مجهود ساعتها إحنا حابين نريحكم لشانك عم بستعمل قالب كبير شوي هلأ بدخلها الفرن خليها هيك بالنص شوي بدخلها الفرن على درجة حرارة 180 حوالي من 15 ل 20 دقيقة كيف نحكم عليها إذا استوت اللون البني ما هيعطيكم مجال لأنه مزال كيك نقول لما يتحمر لا عشان تحكموا عليها إذا استوت حتلاحظوا أنه الوسط صار متماسك لحظوا إحنا هلأ لما بنهزها بتبقى طرية بهذا الشكل فبعد ما أدخلها الفرن ل 15 دقيقة حتهزوها بهذا الطريقة حتلاقوها صارت يابسة أو متماسكة معنا هيك إنها استوت بطلعها وبخليها تبرد تماما الطبقة العلوية تجهيزها كتير بسيط حنحتاج برضو شوكولاتة وشوية كريمة حوالي ربع كوب فقط من الكريمة بس تأكدوا إنه الطبقة العلوية هذي مش هضيفها إلا بعد ما تماسكت الطبقة اللي هي حملناها الحشو عنا حوالي 50 جرام من الشوكولات وححط عليهم شوية عسل العسل بيعطيني هيك طبقة لماعة هتشوفوا هلأ شكلها ساعة التقديم وإذا حبينا نحط رشة فانيليا وحنحط لهم رشة خفيفة من الملح وحسخنها برضو على النار لغاية ما الدوب عندي هخليها هيك عن النار وأبتدي شو رأيكم أجهز التارت هنحتاج طبق وعنا التارت هون جاهز هشيل التارت بهالشكل هذا طبعا أنا بحاول إيدي في القاعة خلوا بالكم لأنها بتحتاج دقة شوي أسنق شغلكم وأحطها على طبق التقديم على طول الطبقة العلوية هدي عفكرة عبارة عن تزيين وهيك مزيد من صلصة الشوكولات يعني إذا في ناس أكون صريحة معكم حسيتوا أنه هتبقى تقيلة عليكم ممكن تستغلوا عنها تماما وفقط تجهزوا الحشوة زي ما سويناها لأنا هي بحاجة زاتها طعمها كتير غني خليني نرجع أشوف الكريمة بتدت عندي تسخن والشوكولاتة بتدت الدوب وأثناء ذلك خليني أجهز شوية شوكولاتة بيضة للتزيين وبرضو هدي على حسب الرغبة مش كتير أساسي عندي قد ما في عندك مجال إنك تتفنني بتقدري تتفنني وإذا وقتك بيئ ما في مشكلة هاخد قطعة من ورق الزبدة المثلثة وهيك عالسريع عالسريع نعملها زي أمع هضغط عليها بالشكل هذا وعندي هون شوية شوكولاتة شوكولاتة بيضة سايحة شوي هناخد شوية شوكولاتة أبيض وخليها في الكيس بها الطريقة زي ما بنقول دايما هدي على حسب الرغبة مش أساسي عندي في وصفة هاي هخليها جنبي نرجع للشوكولاتة سوس ابتدت عندي الكريمة هيك تسخن أهم شيء الله يخليكم تنتبهوا للملاحظات ما بدي إياها تغلي إذا غليت ممكن تخرب معي السلسة وتشد معي فبدي إياها سوس هيك سائل إذا عنا شوية آيس كريم معها التارت بطلع تعمه كتير رائع ابتدت عندي تتماسك خلوا بالكم وتصير عندي زي سلسة رائعة حوزعها على طول على التارت وبختار طبق في حافة زي ما شويفين انتو عشان إذا صار في شوية من السلسة تساقطت على جوانب الطبق وهي من الأشياء اللي أنا كتير بحبها في لمسات الدكور الخفيفة إن يكون عندي سوس هيك على الطبق ببتدي أوزع السلسة بها الطريقة بشكل خفيف خالص لاحظوا أنا إيش عم بعمل هيك عندي كفاية وححتاج مقص 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 وحنحتاج نقص طرف الكيس ونبتدي نوزع الكريمة أسرق الشوكولاتة البيضة بهالطريقة على شكل دوائر دوائر هيك معقول عندي وححتاج سكين أوعود خفيف ممكن ناخد السكين هادي ممكن ناخد طرف السكين أوعود خشبي هاللي موجود عندك وأبتدي أزين الطارت بهالطريقة هذا طبعا تزيين سريع بس حبيتك أعمل قدامكم تشوفوا لمسات بسيطة ولكن بتعطيني شكل كتير مميز أرجو إنه تكون عجبتكم طعمها كتير لذيذ وإن شاء الله تجربوها وتستمتعوا فيه خلطنا مكونات القاعدة السفلية البسكوت مع الزبدة والإرفة والسكر والكاكاو وزعناها في قاعة وجوانب قالب الطارت جهزنا صلصة الشوكولاتة بتسخين الكريمة مع الشوكولاتة وزعناها على الطارت وزيناها بالطارت وزيناها بالطارت بالشوكولاتة البيت